هذه مادة الفيزياء للصف التاسع الوحدة الاولى طبيعة العلم الفصل الاول علم الفيزياء وهذه اسئلة الفصل الاول الجزء الاول اسئلة قصيرة الاجابة السؤال الاول اختر رمز الاجابة الصحيحة لكل فقرة من الفقرات الاتية واحد من انماط المعرفة العلمية الف الملاحظة با التفسير رجيم المبدأ دال التواصل اثنان ان العبارة كثافة المادة هي كتلة وحدة الحجوم من المادة تمثل احد الانماط المعرفية الاتية الف قانون با مفهوم جيم حقيقة دال مبدأ ثلاثة من الموضوعات التي يركز عليها علم الفيزياء الف الضوء با الخلية الحية جيم الاحافير دال التأكسد اربعة عملية المقارنة بين كتلة شخص وكتلة واحد كيلوغرام تدعى الف الدقة با التقدير جيم القياس دال المعائرة خمسة تستعمل البادئات للتعبير عن الف اجزاء الوحدة با مضاعفات الوحدة جيم الوحدات المشتقة فقط دال اجزاء الوحدة ومضاعفاتها ستة يكون القياس عملي علميا اذا تضمنت النتيجة الف رقما فقط با وحدة فقط جيم رقما ووحدة دال رقما وآدة سبعة من وحدات القياس في النظام العالم للوحدات SI الف المتر با اللتر جيم الساعة دال الرطل ثمانية باستخدام المصطرة الظاهرة في الشكل واحد اربعة وعشرون يكون قياس طول القلم بوحدة السنتيمتر هو الف اربعة وعشر فاصل اربعة با اربعة وعشر فاصل ثلاث جيم اربعة وعشر فاصل ثلاثين دال اربعة وعشرين في الشكل واحد وعشرين السؤال الاول الفقرة الخامسة يظهر لنا قلم هذا القلم لا يظهر لنا بدايته وانما النهاية الموضوع عنده اربعة عشر وثم بعد الاربعة عشر سنتيمتر وبعد الاربعة عشر يظهر هناك التدريجات الصغيرة بين الاربعة عشر ونصف والاربعة عشر نعد هذه التدريجات الصغيرة واحد اثنان ثلاثة وما بعد هنا نهاية هذا القلم ما بعد الثلاثة اي انه اربعة عشر فاصل اثنان وثلاثين تقريبا السؤال الثاني اعطي مثالين على كل من انماط المعرفة الاتية حقيقة علمية مفهوم علمي مبدع علمي قانون ثلاثة ما الطريقة بين قوسين المهارة العلمية التي يمكن بها التوصل الى كل من انماط المعرفة الاتية الف ينعكس الضوء عن السطوح المسقولة ب يدور حول كوكب المريخ قمران جيم درجة حرارة سطح الشمس ستة الاف درجة سيليسيوس دال الضغط الجوي في مدينة ما يساوي خمسة وسبعين سنتيمتر زئبق السؤال الرابع اقرأ النص الاتي ثم استخلص منه ثلاث من مهارات العلم اشترى احمد بطاريتين احدهما كبيرة كبيرة من حجم D والاخرى صغيرة من حجم AA انظروا الشكل واحد خمسة وعشرين في الشكل واحد خمسة وعشرين هناك بطارية كبيرة الحجم D وهناك بطارية صغيرة الحجم AA وقد توقع ان تكون الاضاءة الناتجة عن البطارية D التي هي اكبر الحجم اقوى الا انه حين استخدمها في اضاءة مصباحين متماثلين وجد ان اضاءة المصباحين متماثلة وللتأكد من ذلك قاس جهد كل من البطاريتين فوجده واحد ونصف بولت الجزء الثاني من الاسئلة وهي اسئلة حسابية السؤال الخامس حول الكميات الاتية من الوحدة المقصة بها الى الوحدة المقابلة لكل منها الف 12 ميكرو امبير الى امبير با 72 كم لكل ساعة الى متر لكل ثانية جيم 16.5 لتر الى متر المكعب دال 70 نانو متر الى متر السؤال السادس عبر عن الارقام الاتية بالصورة العلمية الف سرعة الضوء تقريبا 299 مليون و790 ألف متر لكل ثانية با قطر درة الهايدروجين يقدر بنحو واحد من جزء واحد من مئة مليون متر جيم السنة تساوي 31 ثانية و536 ألف ثانية السؤال السابع شاحنة حملتها القصوى 7.5 تن كم كيس سكر يمكن تحميلها بامان علما بان كتلة الكيس الواحد 2.5 ضرب 10 قوة 3 اغرام السؤال الثامن اكمل الجدول الاتي بكتابة اسم اداة القياس المناسبة ووحدة القياس الكمية المقيسة الاولى زمن سقوط جسم من حافة الطاولة الى الارض وآدت أداة القياس المناسبة يضعها لنا الكاتب هنا عدد إلكتروني يريد وحدة القياس المناسبة الكمية المقيسة الثانية قطر سلك نحاسي رفيع يريد أداة القياس المناسبة ويريد وحدة القياس المناسبة الكمية المقيسة الثالثة أعماق البحار والمحيطات ويريد أداة القياس المناسبة ويقول أن وحدة القياس المناسبة هي المتر الكمية المقيسة الرابعة هي سرعة سيارة رصدتها دورية مرورية ويريد آدات القياس المناسبة ووحدة القياس المناسبة والكمية المقيسة الأخيرة هي كتلة شاحنة محملة ويريد آدات القياس المناسبة ووحدة القياس المناسبة السؤال التاسع أجرى أحمد تجربة لقياس زمن الحركة باستخدام جرس التوقيت وقام بتقسيم الشريط الورقي وقطعه إلى خمسة أجزاء كما في الشكل 1-26 الشكل 1-26 هناك شريط ورقي صغير يضع فيه ستة نقاط لكنها متقاربة من بعضها فيظهر لنا شريط صغير أما في الشريط الذي بعده لدينا شريط أطول وأيضا فيه ستة نقاط لكنها متباعدة في الشريط الثالث نقاط متباعدة أكثر في الشريط أطول في الشريط الرابع أيضا نقاط ستة متباعدة أكثر في أكثر والشريط الأخير وهو أطول الأشرطة لدينا ستة نقاط متباعدة كثيرا عن بعضها فإذا كان الزمن لكل مسافة بينية يعني بين نقطتين 2% ثانية أجب عما يأتي ألف ما مقدار الفترة الزمنية لكل قطعة من الشريط خمس مسافات بينية با ما مقدار الإزاحة التي قطعها الجسم لكل قطعة من الشريط جيم نظم جدولا يتضمن قيم المتغيرين الزمن والإزاحة ثم مثله بيانيا عشرة تفكير ناقد يستعمل جرس التوقيت في قياس الزمن برسم نقاط على شريط ورقي ويكون الفاصل الزمني بين كل نقطتين مساويا للزمن الدوري للجرس اثنين بالمئة ثانية ما علاقة ذلك بعداد الكهرباء المعمول به بتردد ما مع علاقة ذلك بتردد الكهرباء المعمول به في الأردن وهو خمسين هيرز السؤال العاشر يشبه أسئلة الاختبارات الدولية وهكذا أعزائي تكون انتهت الوحدة الأولى بفصلها الأول ترجمة نانسي قنقر